اما جمهور الزمالك فلم يعد يتبقى له سوى العبارة الشهيرة سنظل أو فيها ده مجمل اللي حصل النهاردة بعد ماتش السوبر خلص الماتش خلاص واللي كسب كسب واللي خسر خسر بس في ماتش تاني ماتش تاني الخسارة فيه غير اي خسارة خسارة الفريق النهاردة الزمالك خسارة عادية ممكن تتعود في اي وقت او في اي لحظة ممكن نكسب كاس تاني ممكن نكسب قطولة تانية لكن خسارة مصر النهاردة من الارتباك والمهزلة اللي حصلت قبل الماتش هي اللي صعب تعودها هي كده الدول لما بتخسر حتة من هيبتها او نظامها او سقط الناس فيها مش سهل ترجع عبدا هي هيبت الدولة ايه غير شوية تفاصيل بتبان فيها قدرة اجهزتها ومؤسساتها على ادارة الامور بنظام مش نبقى لحد قبل ماتش مهم زي ده ماتش السوبر المصري اللي بيلعب فيه الاهل والزمالك قبلها بساعتين مش عارفين هيتزع فين او يتلعب فين او نبقى قاعدين شايفين مجموعة من الاجراءات الغلط عمالة بتتم وبيتخطط لها علشان في النهاية تبقى الكورة المصرية ملك لقنوات وفضائيات اجنبية تتحكم فيها والمطلوب من الاعلام المصري انه يقعد يقشر بصل او يقعد تفرج ولما يتحرك الناس تقولك انتو زاعلين على ايه دي اللي وايح والقوانين في ظاهرة ما بتحصلش في اي حتة في العالم دوري بتلعب على الارض مصرية بنفرق مصرية ومطلوب ان الناس ان هي تسكت وهي بتشوفه بيتزع على الهوى في محطات مش مصرية قبل الهوى على طول الصحافة المصرية كان بتتابع حالة الارتباك اللي مستمرة على مدار ال 72 ساعة اللي فاتت بتاع ازاعة السوبر والاخبار اللي عمالة بتتنشر وكله قاعد فاتح بقه اخبار مش مفهومة وحدش مصدق ان مطش مصري بين اكبر فرقتين في مصر بتلعب على ارض مصرية هيتم ازاعته على قناة مش مصرية والمطلوب من باقي الفضائيات زي ما قلت لحضراتكم انها تقعد تتفرج ما تتكلمش اصل اللوائح اصل القوانين اصل الفلوس معاقل الاخبار بعد انفراج الازمة كلها نشر التقارير تقريبا بنفس المعنى بنفس اللهجة في حالة من ربما تكون الفرحة الاحساس بانتصار في معركة صغيرة القنوات الفضائية ده اللي كان العنوان القنوات الفضائية توجه ضربة الى ام بي سي وتزيع السوبر غرفة صناعة الاعلام وعدت بازاعته ورفضت احتقار قناة لحق البس منفردة لعدم حرمان الجماهير وحققت وعدها اتحاد القورة يتعاقد مع التلفزيون مقابل مليون وستمائة الف جنيه من ضمن تفاصيل الخبر ده ان شركة الدعاية بريزنتيشن لم تكن موجودة من البداية ولم تتقدم بأي عرض للبس والناس فوقت بوجودها نفس الخبر اللي اتنشر في اليوم السابع والوطن والشروق اكد انه سيتم او غرفة الاعلامة تم تقدم بلاغ للنائب العام للتحقيق فيما حدث في مهزلة مباراة السوبر الحقيقة بقى لو عاوزين نتكلم بعقل الموضوع اكبر من فكرة ماتش السوبر الموضوع اكبر من فكرة ماتش اهل وزا مالك مين هيزع ايه او هيزع فين دي جولة وانتهت لكن في النهاية ايه اللي هيحصل تاني الجولة بتاعت السوبر انتهت للصالح العام انتهت لصالح التميزون المصري والفضايات المصرية لكن ايه اللي هيحصل بعد كده لازم نبص للنوقت اللي جاية هو احنا لحد امتى هنفضل في الهرجالة دي لحد امتى كل سنة مش عارفين الدوري ولا الكاس ولا الماتشاط النوعية بتاعت المنتخب او زي كاس السوبر مش عارفين هتتزع فين مصر مش دولة صغيرة علشان يحصل فيها كده الامر التاني يعني ايه دوري وماتشاط كورة بتلعبها فرق مصرية على ارض مصرية في بطولة تحمل اسم مصر تبقى الاولوية لازعاتها لقناوات اجنبية علشان بتملك فلوس اكتر مش عارفين حتى مين اللي ورا الفلوس ده بيحصل فين الكلام ده في اي دولة في العالم حد يجيب لنا اي نموذج لاي دولة في العالم الدوري بتاعها او ماتشاطها حد تاني بيشوفه قبل جماهرها او بيتزع على قناوات فضائية تانية غير القناوات الخاصة بيها الدوري العام والماتشاط في مصر مش لعبة مش رياضة ده جزء من الامن القومي للبلد دي يعني باختصار حضرتك مينفعش تدي حق رعاية الدوري او الماتشاط او احتكار ازاعة المباراة دي لشركة مجهولة ظهرت بين يوم وليه لما حدش يعرف اصلها من فصلها او لفضائيات اجنبية قرارها صحيح كيانها موجود جوا مصر لكن قرارها موجود برا الاراضي المصرية لان بكده حضرتك بتدي الواحد برا مصر علبة كابريت ومعها جيرك البنزين هدية وبتقول له لما تحب تولع مصر اتفضل ولعها عارف ليه؟ لان هو كده وضعنا كده حقيقتنا كده بلدنا كده مغرمة بالكورة بتفور وتسخن وتتدمر وتتوقع وتولع بسعب ماتش كورة مش عاوز افكرك باللي حصل في ماتش بورسعيد مش عاوز افكرك باللي بيحصل في اي ماتش بين الاهل والزمالك كلمة واحدة من مزيع كلمة واحدة من مزيع غير مسؤول بتولع الدنيا في مصر الشعب المصر مدمن كورة يعني ببساطة لو اي مزيع قاعد كده في استوديو يقدر يولع البلد في ماتش زي الاهل والزمالك ده لو قاعد تركز على خطأ تحكيمي هنا او حرض الجمهور هناك فإذا ما كنتش انت ساعات تقدر تسيطر على الكلام ده جوه التلفزيون المصر زي ما كنتم بتشوف السنين اللي فاتت باخطاء من بعض المزيعين او لغة احرضية من بعض مقدم البرامج الرادية كات الدنيا بتولع تقدر تقول لي هل سيطر ازاي على الكلام ده لما يكون في استوديو لقناة قرارها موجود من برا مصر تقدر تقول لي موقف ايه حضرتك لما تاخد حق ازاعة هذه المباريات او البطولات قناة بتجيب لك واحد زي علاء صادق قاعد في الاستوديو تقدر تقول لي موقفك ايه لما يبقى واحد قاعد بيكلمك او عاوز يولع ما بين ماتش اهل والزمالك ايه قدر ده بسهولة في نص ساعة وهو قاعد جوه الاستوديو يخلي جمهور الاهل ينزل يولع في الشوارع دي كلها يعني ايه اصلا يبقى فيه قنوات مش مصرية على ارض البلد دي وانت مش مسموح لك تعمل حاجة بالمثل عاوز تكرر تجربة الجزيرة لا عاوزين تكرروا تجربة الجزيرة اقولولنا لا عاوزين تدوا لحد حق حصري ان يولع البلد دي في اي وقت على حسب مزاجه وحسب مصالحه اقولولنا على القلن نبقى عارفين وبعدين اغرب حاجة في المشهد ده ان يطلق ناسي اخي يمجده في القنوات دي بعد شهور من تصرحتهم اللي كانوا بيشتموا فيها القنوات دي ويحذرهم الخطورتها لما كانت بتزيع برامج مش على هواهم او برنامج مستلمهم سخرية مش تيمة يعني ايه كل المؤسسات اللي في الدولة تقعد تقول للفضائيات المصرية الخاصة ادعمونا ادعموا الدولة انتم السند وانتم الضهر الاعلام الخاص هو الضهر اللي بيسند 30 يوليو اللي بيسند للسلطة المصرية ولما يجي الاعلام الخاص ده يطلب من الدولة او من المؤسسات دي او من المصالح دي انها تكون سنده وضهره في معركة هدفها احماية مصر واعلامها المحلي وان احنا منفتحش السوق لفلوس من بره تلعب فيه زي ما هي عاوزة المؤسسات دي تقول الاسفين وتدو ضهرها للفضائيات الخاصة وتقول لهم معلش الفلوس ده غليلت عينينا شوية فلوس زيادة على حساب مصطحة البلد عادي كله عادي عندكم اخر حاجة في الموضوع ده لعله يتقفل ولعل الناس تعرف انه مطشات الكورة مش مجرد وسيل الترفيه او لعبة تسليه ده جوز من امن قومي انا مش عاوز افكرك ان انت لما تدي الحق لقناة مش مصرية وشايف انه ده عادي افكرك كمان انك بعد شوية ما تجيش تكلمني عن هوية مصر ما تجيش تكلمني عن هوية مصر اللي هيطلع لها محللين من الخليج معلقين من الخليج من دول تانية بيتكلمون بستهل تاني بلهجة تانية وبدل ما تبقى انت مسلم على اطفالك اللي احنا لسه عاديين بنهاتي وبنزعق وبنقول الحق اولادنا بيتكلموا بلهجة خليجي لانه بيتفرجوا على فضائيات كلها مش مصرية بعد شوية كمان تسلم عقل جمهور او عقل جمهور الكورة بتاعت لفكرة تانية خالص او لناس تانية خالص تشكلوا زي ما هي عاوزة الموضوع مرة تانية مش مجرد متش كورة مش مجرد صراع على مين يزيع او ايه يزيع الموضوع صراع على حقنا في الحفاظ على استقرار البلد دي حقنا في ان احنا نقفل الاخرام اللي موجودة في البلد دي مش كل شوية من نقفل الخرم يطلع علينا واحد تانية حتى لو عن طريق الرياضة متش كورة حق المصريين قبل ما تكون حق اي حد تاني في الدنيا الدولة واجب عليها دعم كل التفزيون المصري والفضائيات المصرية مقابل كل هذا او كل هزي الامواج الضخمة من الاموال الخليجية او الاموال التي لا نعلم لها مصدر او لا نعلم لها اصل او لا نعلم لها اسباب واغراض واغدام هو ده اللي عندنا في موضوع متشارات الدوري علشان ما نفجئش بعد شوية ان احنا بنتضرب من الظهر شكرا لكم اشتركوا في القناة